دكتور محمد عز العرب وانا اتساءل انه هذا الرجل ما بتحوقش في حاجة والامريكان بيشتغلوا بطريقة الطبطبة والرجل بيراوغ عاوز يوصل لحد نوفمبر الانتخابات الامريكية ان اتت با مرشح جمهوري يطلع دونالد ترامب ولا غيره فهيبقى بالنسبال ويعني كده شهر عسل جديد ما بين واشنطن وما بين تل قبيب لكن السؤال هل بالضرورة افضل اعول على امريكا حتى وان كنا كلنا عندنا يقين انها الشريك الاكبر في هذه العملية ام ارادت ان تفعلوا سلاما لكن ايه البدائل البدائل عندنا مش كتير عندنا بديل اول حاجة ان يبقى فيه تمرد داخل الائتلاف ومش داخل الائتلاف ايه يعني تمرد داخل اللكود ده الكفيل ان هو يخلخل الائتلاف الحاكم داخل اسرائيل درجة كبيرة لكن في ظل موازين القوة الحالية تصوب بالصالح نتنيه سواء فيما يرتبط داخل الائتلاف اه الحاكم ومجلس الحرب او حتى في مواجهة المعارضة الاسرائيلية بقيارة الايرونابيد الرهاني التاني وهو الرأي العام الداخلي بدرجة كبيرة حتى هذه اللحظة اه هو بيحاول يخرج احتجاجات وتظاهرات داعمة له في مواجهة التظاهرات المنوءة له يعني على سبيل المثال فيه طبعا احتجاجات تشهدها مدن وبلدات اسرائيلية منذ بدايات الحرب وبتوسع نطاقها بيقودها بدرجة رئيسية أسر الرهائن او المحتجزين هو بيحاول يخرج احتجاجات مقابلة من أسر القتلى والعسكريين الذين قتلوا في هجبات السابع من اكتوبر وزي ما الرأي العام المناهد من يمين نتانياهو الذي يرى ان الحرب وصلت الى طريق المسدود وانه من الهاتف يعني حتى بعد استعادة الاربع رهائط لان احنا بنتكلم 8 شهور وانت استعادت حوالي بقوة المسلعة 6 فيه 2 منذ عدة أشهر واربعة بعد ذلك وبالتالي لابد ان تكون هناك مقاربة مغيرة لها في حين ان رأي عام هو بيحاول يدعمه بدرجة أساسية يرى ان تم اطفاق 80% من الحريق الحريق اللي هو مرتبط باضعاف البنية التسناعية الحماز اللي هو بيشتغل التعبير تفكيك حماس والقضاء على حكمها وان هي ما يقضي على اي تهديد قادم من القطاع بدرجة أساسية من حماس على الرغم من ان التهديد مش مرتبط بحماس لان احد التحديات اللي هتواجه اسرائيل وربما هنشهدها خلال سنة ان هي انتاج جيل جديد من الشباب الفلسطيني اللي هو مش بالضرورة مؤمن بفكر وتصور حماس لكن مرتبط بفكر الدفاع عن القضية وده مدام موجود احتلال لابد ان تكون هناك يعني أجيال جديدة هي التي تواجهه تفضل المقاومة مستمرة